طيب احنا عايزين نعمل حاجة لطيفة جدا احنا عايزين ندعو الغرفة بتاعة مصر يعني جورج بي ينصق لنا وندعوهم للجلوس في هذا البرنامج بحيث ان احنا نكون وصلنا لتوافقات ونعلنها لأول مرة تبقى فقط وحصريا من برنامج التاسعة التلفزيون المصري بتاعة دولة جمهورية مصر العربية مبنى ماسبيرو ستوديو عشرة اللي شهد مجموعة من اجمل ما انتج هذا المبنى ومن اجمل ما انتجت مصر الحية ادي واحد اتنين عايزين نعمل جلسة اخرى مع المصنعين الوطنيين المحليين الكبار الكبرات برضو ينورونا طربيزة دي الصالون الجميل المريح ده الى اخره ومن هنا نبدأ نطلع النتائج يا جماعة الهواء مش لان تزيد عن النسبة الفلانية يا سادة الاسعار هتنخفض في التوقيت العلاني يا جماعة وحاجات هنبقى عارفين ان كل هيلتزم بيها على مرأة ومسمع من الجميع هذا حق المواطن على اعلامه من جهة وهذا حق واحد بيقول يا جماعة انا من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي مفيش حاجة في مخي غير البني ادمين البني ادم والمواطن المصري المواطن المصري والبني ادم الانسانية بشكل عام انا لا فاضل ولا نزل بتاقنا اقل حد في الدنيا بس انا خلقتي كده انحيازاتي الفكرية كده في رجل عظيم وحبيب وقريب جدا لعقلي والقلبي وهو واحد من احكم الناس اللي انا اتعملت معها يعني وشفتوهم وقابلتوهم في حياتي قال لي مرة جملة لطيفة يعني مريب من اسبوعين هل يوزا ما تقولش انت شيوعي تاني اشان انت مش شيوعي طب حضرتك انا يعني دي انحيازاتي الفكرية والله انا من قلبي كده انا دايما اظن ان كلنا دون استثناء عندنا هذه الانحيازات ناحية الاشتراكية والشوعية اللي هي عبارة عني اللي هي بالبلد كده بالراحة على الناس بالراحة مش عايزة استخدم تعبير والرأسة مالية وبتاع المتوحشة لكن بالراحة على الناس الرحمة حلوة الرحمة حلوة في قوت الناس الرحمة حلوة في الناس اللي بتجهز بيوتها وبيوت عيالها الرحمة حلوة على رأيي عمر زكريه كل بس ما تحفش يعني جورج بي قال لك 5% دي مربحة جدا يعني من زوجنا 5% ليه عشان نحصل يحصل ايه انتو متصورين ان دي اجراءات تحوط غلط دي اجراءات خراب بيوت اجراءات توقف الشغل هيجي في وقت الناس مش هتخش بحل مش هتشتري هنقدر نعيش بتلاجة قديمة بس انت مش هتقدر تعيش من غير ما تبيع هقدر عيش بتلفزيون قديم بس انت مش هتعرف تعيش من غير ما تبيع ده اكلك ولقمة عيشك انا في النهاية خلص التلفزيون فرجة ايه اللي هيحصل في التلفزيون اللي بقى له 10 سنين ولا حاجة والمصريين يعني شعب نبيه وزاكي ونور هيحصل حاجة بيتصلح قطعة الغاب بتتجاب حتى في الحاجات اللي هي LED ومش LED كله بي في مصر كله بيتصلح كله يا جماعة بس انتوا بقصلكم مش عارفين يعني فيه اجيال كده مش عارفة وانا مش من الجيل العصر ده انا لسا كنت بقول لهايسم عبد البصنة رئيس شعبة القصابين انا موليد 75 قبلية كان فيه فترة الستينيات الزعيم راح الجمال عبد الناصر وتوقف الاستيراد في مصر تقريبا سبع سنين ورش الخراطة المصري عملت قطع غيار العربيات الألماني نسخة تبقي الأصل وفضلت ماشية وبكفاءة وقبهاتنا وامهاتنا يعرفوا ده ويتذكروا من اتفق أو اختلف مع عبد الناصر دي قصة لكن دواقع حصل في مصر المصريين مخهم ألماز مش دهب بسألوحوا اي حاجة فالتجار ما توصلوش الناس انه محدش هيخش يشتري ومش هتبقى معطعة على حاجة هو جيبه فاضي أو بالأدق جيبه مش حملة أسعارك فمش هيشتري ودمتم انت الخسران هو هيفضل مشغل التلفزيون والتلاجة والغسالة والمروحة والتكيف وكله واللي هيبوز هيتصلح المصريين شطار أنصحكم 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 ما تقفش في مواجهة مع المصريين أكبر غلط أكبر خطر وده على أي حاجة مش بس أجهزة الكهربائية والعربيات العربيات دي حدوتة وجوه بقى أصلاح دي بنجيبها غالية هنعمل لا لا بتجيبها غالية ولا حاجة أنا طلع لك أسعار العربيات دلوقتي كام وطلع لك شحنها كام وطلع لك ضريبتها وقيمتها المضافة وجمهوركها لو جاي من الاتحاد الأوروبي أو رسومها لو جاي من الاتحاد الأوروبي قد إيه ولو جاي من أسيا هتبقى قد إيه ولو جاي من أمريكا من أمريكا هتبقى قد إيه واحسب لك ساعتها مش الربح اللي انت بتبيع بيه في المعرض قد إيه ده الناس بقى بتاخد أوفر برايس بيوصل لخمسة وعشرين وتلاتين في المية من السعر الأصلي العربي أيا كان بقى سعرها يعني مش قادر حتى أقولك العربية ممتن وخمسين ألف ما بقاش العربية اللي كانت زمان بتتبع بمتن وخمسين ألف قبل أزمة كورونا بقت النهار ده بتتبع بمليون عشان إيه ده العربيات دي حدوتة إحنا في مصر بنستورد عربيات بكام في السنة أربعة ونص مليار دولار وهذا الرقم ذكروا فخامة الرئيس بنفسه أربعة ونص مليار دولار فين في بلد عنده أزمة بخرج أربعة ونص مليار دولار عربيات مش قطع غيار مش لوازم إنتاج ده إيه السراء اللي إحنا فيه ده يعني إحنا المصريين المواطنين كده عمدنا تحت البلاطة كل سنة أربعة ونص مليار دولار بنطلعهم فيه جزء بيطلع اللي هو الوكلة أو اللي بيعملوا التجميع المحلي وده بياخد الاعتماد من البنك وبيطلعوا الدولة هي اللي بتدبر له العملة خد بالك الدولة هي اللي بتدبر له العملة يعني بتدبر له على السعر الرسمي طب هو ليه لما روح له حتى لو وكيل مش كلهم الحقيقة دولار زاد زاد إيه عمد انت بتستورد عن طريق البنك زاد إزاي حتىك عارف الدولار وصل لكام دلوقتي أقول له 30 جنيه 84 قرش 90 قرش 92 لا 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 سعر البنك سيادتك وانت بتستورد بالإيه طب بتطلع الاعتماد من هناك طب المعارض ده حاجة تانية ده ده بقى بياخدوا الدولارات اللي تحت البلاطة ماشي فاصل لا ده ماشي بجد عشان اللي جاي تقيل اشتروا مني اللي جاي تقيل التجار اللي مش هيزبطوا الأداء والله العظيم اللي جاي تقيل تجار العملة اللي جاي حتة هبدة ومن حيث لا تحتسب تجار العملة تاني اللي جاي هبدة من حيث لا تحتسب للمرة التالتة ومعها قصين اوعى تفتكر ان انت لما تخبت دولارات واتبطلت بيع فاحنا قلقمش شايفينك ومش عارفينك التحريات اتعملت واللي اطلقت اطلقت تالت رابع بقى التحريات اتعملت واللي اطلقت اطلقت وتعلم عليه ان هي الا ايام وكبرات العملة كله في القفص ترجمة نانسي قنقر